ترأس تأمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وتلقية المواطنة اختتام فعاليات الورشة التدريبية لصالح معلمي مرحلة الأساسة وذلك بهدف تحسين نوعية التعليم في تشات أبوالله هارون برو ألا مدى أربعة أيام من فعاليات عمال الورشة التدريبية لصالح معلمي مرحلة الأساس جاء اختتام فعاليات عمال الورشة المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية وتلقية المواطنة وذلك بحدف تحسين نوعية التعليم لمرحلة الأساس هذا وقد خرج المشاركون بقرارات وتوصيات حمى ومفيدة منها أن يكون دور المعلم دورا فعالا وموجها ومنظما ومسهلا لعملية التعليم استخدام أسلوب حل المشكلة للتنمية التفكير والإبداع كما قدمت كلمة شكر لكافة الشركاء الفنيين والماليين والتربويين على مساحمتهم الفاعلة في عملية تحسين المسير التعليمية لمرحلة الأساس ممثل منظمة اليونسكو بيشات البير ميادي شكر الحكومة الكادية على جهودها المبسولة موشرا إلى أن استراتيجية التعليم في مرحلة الأساس يعد عمر ضروري في العصر الحالي كما يجعل عملية التعليم أكثر إنسانية نحو تعليم أفضل آمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بنيوت رافلين أوضحت أن الحكومة الكادية بزلت جهودا مكثفة من أجل تحسين الأوضاع التعليمية في جميع غبور بلاده كما أن هذه الورشة تسمى للمستفيدين تطبيق جميع المعلومات والمهارات العلمية التي تلقوها خلال عملية التدريب كما قدم الشكرها الخالص لجميع الشركاء الفنيين والماليين